عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا ما نبدأ موديل النهاردة. اهلا بكم على بعض الخيوط اللي انتو تقدروا تستخدموا فيها الموديل دوت. اه هو الموديل ده اساسي بخيوط الرفية. اه بس طبعا انا عارفة ان انتو هتقولولي خيط الرفية غالي مش متوفر كتير. فهديكم بعض البدائل. اه طبعا خيوط المكرامية كلها معروفة. اه تقدري تستخدمي اي نوع من خيوط المكرامية في تنفيذ الموديل دوت. اه فيه كمان يعني وكانت بالصراحة مفاجئة ليا لما اشتغلتها بخيوط اليزا ديفا بس على فتلتين. وكان الشكل بصراحة مفاجئة ليا في القطعة. يعني انا عملت بس هيا مش معايا حاليا. اه عملتها بخيوط اليزا ديفا. ان شاء الله هصورها لكم برضو. عجبتني جدا وشكلها حلو جدا. آآ بس طبعا محتاجة ان انت تنفيذيها بقبرة تكون آآ رفيعة. يعني اقل من تلاتة. ليه عشان تديكي سمك في الشغل ويبقى وتبقى الشنطة معاكي واقفة وشكلها حلو. يعني من قبرة رقم اتنين او اتنين ونص. تمام? فتقدري تعمل الموديل ده بليزا ديفا هيبقى شكله حلو جدا بس على فتلتين. زي ما قلت النهاردة الموديل للصيف انا استخدمت من خلال الفيديو ابرة رقم تلاتة. تمام? آآ الشنطة هتاخد حوالي آآ مية خمسة وعشرين آآ جرام خيط رافية. آآ لان طبعا زي ما احنا شايفين ان احنا هنعمل آآ قعدتين. هنعمل واحدة والتانية. وهنعمل كمان الجزء اللي بيبقى في الجنب. وطبعا محتاجة ان احنا آآ ان احنا عم بطنها. وده ان شاء الله هيبقى في الاجزاء اللي بعد كده. تمام? آآ انا طبعا مع ما هعمل الشنطة وكمان اشتغلت معاها الشابو دوت. اهي الدايرة بتاعته اهي. اهو. وعملتها بغرزة آآ الياسمين. بالشكل ده. عشان يبقى الطعم كده الاتنين على بعض الشنطة. وآآ الشابو. اتمنى ان الموديل النهاردة يعجبكم. وتابعوا الاجزاء بتاعته. ان شاء الله هيعجبكم. الموديل حلو جدا. وهتقدروا زي ما قلتلكم. تنفزوا بجميع انواع الخيوط. بس بلاش السلسلة. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. بس هنا انا كنت مجربة الوحدة قبل كده. تمام? فانا هنا كنت بادية الاجزاء دي. الجزء دوت. بآآ عمود بلفتين. تمام? عمود بلفتين وبينهم سلسلتين. هنا هنغير طبعا انا حاسة ان هي آآ هتبقى واسعة من هنا شوية. فانحنا هنغير في الموديل شوية. وبرضو لو انت عايزة تعملي آآ لفتين. كده كده انت هتحطش بطانة. فبس انا حاسة ان هي لما كانت بآآ لفة واحدة هتبقى معانا افضل. فاحنا في البداية هنعمل الدايرة بتاعتنا. وهنشتغل هنا. هنشتغل هنا عمود. اهو. والجزء التاني برضو هعمل عمود بالشكل ده كده. هنعمل عمود عادي. انا هعمل مع عمود عادي من غير لفتين. عمود عادي. بعد كده هنا هعمل سلسلتين. تمام? بعد كده هاخد لفة على الابرة. وحبتدي ادخل هنا في نفس المكان. وهشتغل العمود بتاعي. بس هنا مش هخرج. يعني هنا مش هكمل بقية العمود ان انا اخرج من خلال الغرزتين. لا مش هخرج. هخلي الغرز معي على الابرة. وهدخل هاخد لفة. وهدخل في الدايرة بتاعتي. وهعمل برضو عمود تاني. اهو. هيبقى عندي كده تلت سلاسل على الابرة. هاخدهم كلهم في غرزة واحدة. تمام? بعد كده هعمل سلسلتين. وحدخل في نفس المكان. هخرج من اول غرزتين. بعد كده هاخد لفة. وهعمل. هخرج برضو من خلال غرزتين. هيبقى عندي دايما تلت غرز على الابرة. هاخدهم كلهم في غرزة واحدة. وهعمل سلسلتين. كده انا مش حلاقي الوزعة اللي بيبقى في البداية. هتبقى الدنيا يعني اضيق شوية. تمام? بصوا كده. بالشكل ده كده. اهو. واحد. اتنين. ندخل. نخرج من خلال غرزتين. ناخد لفة تاني. نخرج برضو من خلال غرزتين. وناخدهم التلاتة مع بعض. بالشكل ده. ده هيبقى اول سطر عندي في الشغل. طيب احنا هنعمل كم واحدة من دول? هنعمل اتناشر واحدة. يعني ازي? يعني كده دي بتعتبر واحدة. دي كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هنعمل كمان ستة تانين. بحيس ان انت لما تعدي الاجزاء دي. يبقوا ست باثناشر. تمام? بين كل واحدة منهم سلسلتين. وهينتهي السطر عندك برضو بسلسلتين. يعني هتعملي واحدة وهتحطي برضو ايه? سلسلتين عشان نقفل الدايرة. هنا عملت اتناشر واحدة زي ما قلنا. السطر عندك هنا هينتهي بسلسلتين. هنا لما نيجي نقفل السطر هندخل من احنا عندنا العمودين دول. ههم اللي احنا كنا عمدينهم في البداية. هندخل فيه المنتصف كده بالشكل ده. وهعمل غرزة انزلاق. بعد كده هيجي على الفتحة اللي هنا دي. اللي احنا شايفينها دي. هدخل كده فيها. وحعمل برضو غرزة انزلاق. وبعد كده هرتفع سلسلة. وحدخل جوه الفتحة تاني. وهعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا نخلي بالنا ان البداية بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها من السطر الجاي هتكون في العمودين دول عشان كده انا هعلمهم بالشكل ده. هنا عملنا اربع سلاسل. هنيجي ندخل فيه. احنا طبعا عملنا من السطر اللي فات سلسلتين. هدخل من الفتحة بتاعة السلسلتين دي. واعمل غرزة حشو. وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. وحدخل برضو هنا. وهعمل غرزة حشو. بالشكل ده. يبقى السطر ده مجرد بس انه انا هعمل اربع سلاسل. وحدخل فيه الجزء بتاع السلسلتين. وهعمل فيه غرزة حشو. بس كده. لحد ما يخلص الجزء كله. طبعا لما تيجي تعدي هنا. هيبقى عندك برضو اتناشر فتحة من دول. نخلي بالنا الوحدة دي اهم حاجة فيها تلتزمي بالعدد صح. عشان ما يحصلش اي لغبطة معاكي اثناء الشغل. يبقى احنا هنبقى عندنا برضو اتناشر وحدة من دول. هنا زي ما قلت لازم تعدي دول هيبقوا اتناشر. اخر وحدة هنا هنحطها فين بقى? هنحطها في الجزء اللي احنا كنا عاملين فيه سلسلة وبعدين عملنا غرزة حشو. تمام? فحبتدي ادخل هنا في الجزء دوت. وحبتدي اعمل منزلقة. بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة. نخلي بالنا من السطر ده كويس جدا لان لازم تزبطي الاعمدة فيه عشان تطلع الموديل معاكي مزبوط. احنا هنا بقى هنفك الماركر لان احنا هنشتغل على اول عمود من هنا دوت. هفك الماركر من هنا. فهنعمل ايه بقى? هيخد لفة على الابرة هنا هشتغل على الاعمدة من هنا كده. كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده هنشتغل على الاجزاء دي. فحيخد لفة على الابرة بالشكل دوت. وحبتدي اعمل غرزة البوب كورن على الغرزة دي. نركز بقى كده. هنعمل ايه? هنتني الجزء ده كده. وحبتدي ادخل من تحت اهي العمود اهو. هيخد اخش من تحتي. بالشكل ده. وحبتدي ان انا اخرج من خلال غرزتين. هاخد لفة كمان. من تحت العمود. وهخرج ورده من خلال غرزتين. لفة. من تحت العمود. وهخرج من خلال غرزتين. هيبقى عندي اربعة. لفة كمان. وحدخل من خلال غرزتين. هخرج من خلال غرزتين. هيبقى عندي خمس غرز على الابرة. هاخدهم كلهم في غرزة واحدة. ويبقى انا كده عملت اول وحدة من وحدات البوب كورن معايا. طيب. بعد كده هعمل ايه? طبعا احنا شايفين من الخلف الجزء اللي هو فيه اربع سلاسل. هيخد لفة على الابرة. وهدخل جواه. وهعمل عمود. حاول ايديك تكون آآ يعني يعني ممسوكة شوية عشان الجزء ده يبقى مزبوط. يعني عشان تبقى في الغرزة البوب كورن تبقى كده معاياكي من شدة الخيط. تمام? بعد كده هنا خلاص عملنا اول عمود في الخلف. هنعمل ايه? هيخد لفة. كلنا شايفين غرزة الحشو اللي احنا عاملينها ديت. دي برضو. هدخل من تحتها كده. وحبتدي اعمل عمود عادي. اهو. هخرج اتنين. اتنين في اتنين. عملت عمود عادي خالص. بعد كده هيخد لفة. اول اربع في الاربع سلاسل دول هشتغل عمود. تمام? ده نفس العمود اللي انا عملته هنا. اللي هو كان عبارة عن سلاسل في بداية الواحدة. هيخد لفة على الابرة. وهبتجي ان انا ادخل من تحت الغرز. وهعمل برضو غرزة البوبكورن تاني. وهخرج من خلال غرزتين. هخرج من خلال غرزتين. اهو. لفة. وهدخل تاني. واخرج من خلال غرزتين. لحد ما يبقوا معايا خمس غرز على الابرة. اصحابهم كلهم في غرزة واحدة. بعد كده هعمل ايه? بعد كده هنا الجزء اللي من الخلف ده. هشتغل عليه عمود. يبقى احنا قبل ما نعمل وحدة البوبكورن فيها عمود. بعد كده وحدة البوبكورن خلصتها. اعمل عمود تاني في نفس الاربع سلاسل. نخلي بالنا عشان احنا هنشتغل على الجزء بتاع الاعمدة ده. فلازم يطلع معاكي مظبوط. لو طلع العدد مش مظبوط معاكي. عملتي تلاتة او اتنين او ما عملتيش خالص طبعا هيتطلع الموديل كله غلط. وهتفكي. تمام? يبقى نخلي بالنا بقى ان وحدة البوبكورن في الاربع سلاسل. اولها عمود. بعد كده وحدة البوبكورن وبعد كده تخش في نفس الاربع سلاسل الدول تعملي عمود كمان. خلاص? يبقى انا هنا عملت ايه? اهو. عملت عمود. خلاص? وبعد كده هعمل عملت معمود في البداية. وعملت وحدة البوبكورن. هدخل تاني هعمل الايه? العمود. بالشكل ده كده. تمام? بعد كده هاخد لفة. وحنزل من تحت من تحت غرزة الحشو. هعمل عمود. بعد كده. بعد ما ادخل تحت غرزة الحشو. هدخل من جوه هنا تاني. وحبتجي اعمل عمود اللي احنا اتفقنا عليه في البداية. يبقى احنا الجزء ده لازم يبقى فيه عمود. بعد كده هاخد لفة على الابرة وحنزل من تحت الغرز. وحبتجي اعمل غرزة البوبكورن معي. وهخرج من خلال غرزتين. لفة. وحدخل تاني واخرج من خلال غرزتين. لفة كمان وحخرج من خلال غرزتين. لحتى ما يبقى عندي خمس غرز. باخدهم وكلهم وبخرج فيه غرزة واحدة. طبعا هنا ما نساش ان انا هعمل فيه الخلف هنا. عمود. بالشكل دوت. وبعد كده هعمل من تحت غرز الحشو من هنا. عمود تاني. اهو. وهنكمل بقى باقي السطر بالشكل ده. وحدخل من هنا. هعمل عمود. وبعد كده هعمل وحدة البوبكورن بتاعتي. وبعد كده هشتغل وراها. بعد ما اخلصها هشتغل عمود كمان. وبعد كده هناخد دي. اهي. نعمل العمود هنا. ونكرر بالشكل دوت. لحد ما تخلصي كل الوحدات بتاعة البوبكورن بتاعتك. هيبقى عندك هنا اتناشر وحدة بوبكورن. هتخلصيها. وبين طبعا هنا. بين كل واحدة. واحد اتنين تلاتة. نخلي بالنا. من واحد اتنين تلاتة. كل واحدة بينها واحد اتنين تلاتة. اهي. واحد اتنين تلاتة. ليه? عشان لازم تزبطي الجزء ده عشان احنا هنشتغل بعد كده على الغرز دي. فلازم لو سمحت ونزبط العدد مزبوط. زي ما قلنا ان تصبيت السطر ده مهم جدا. لازم تتأكدي ان انت عندك اتناشر وحدة بوبكورن. تمام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. ولتأكدي ان كوب بين كل واحدة ووحدة تلاتة عمدة. طبعا هنا السطر عندي حينتهي بعد ما عملت وحدة البوبكورن. حينتهي بيه العمود. ما ننساش بقى حاجة ان احنا عندنا هنا غرزة حشو. المفروض برضو ان احنا هنعمل ايه? العمود بتاعنا من زي ما عملنا قبل كده. تمام? دي الخطوة برضو حبيت انبهكم ليها. بعد كده هنا عندنا بقى التلات سلاسل اللي احنا كنا بدقين بهم. هندخل في اخر سلسلة منهم وهنعمل غرزة حشو. اهم حاجة لازم السطر ده كله يتزبط. بعد كده هنا هرتفع واحد اتنين تلاتة. تلات سلاسل دول يعتبروا عمود. هاخد لفة. هاجي من طبعا غرزة هنا. هاجي من الخلف كده عندها. وحبتدي اعمل عمود. نركز بقى كده شوية في الجزء ده. بعد ما عملت عمود هنا هيخد لفة على الابرة. احنا عندنا زي ما قلنا ادي عمود اتنين تلاتة. هدخل على العمود اللي هو فيه المنتصف. هدخل من تحتيه كده. وهعمل عمود امامي فيه. بالشكل ده كده. بعد ما عملت عمود هاخد لفة هنقلب الغرز كده. يعني احنا عندنا كده اهو. بالشكل ده كده اهي. عندي هنا تلات غرز اهم. واحد اتنين تلاتة. تمام? هعمل ايه بقى بعد ما عملت دوت كده. هيخد لفة هشتغل اهو. على اول ادي عمود. اشتغل تلاتة تانين. واحد اهو. بعد كده اتنين. تلاتة. انا اشتغلت هنا تلاتة اعمدة كمان. بعد كده هعمل ايه? هيخد لفة على الابرة. ومن نفس المكان اللي انا عملت فيه اللي هو منتصف اللي هو كان العمود اللي في المنتصف اللي انا اشتغلت عليه. هدخل برضو في نفس المكان هنا. وهعمل في عمود. بالشكل ده. هيبقى مديني شكل كده غرزة سري دي شوية. بالشكل ده. تمام? اهو. بعد كده هيخد لفة على الابرة. هدخل برضو في الجزء اللي هو من تحت غرزة البوب كورن. اهي. هعمل برضو عمود. بالشكل ده. بعد كده هيخد لفة. وحاجي على العمود اللي في المنتصف دوت. وحبتجي اعمل عمود امامي فيها. بالشكل دوت. بعد كده هيخد لفة. حقلب كده الشغل من هنا. هعد بقى. ادي واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. اشتغل بقى كده اخد لفة. اشتغل هنا. اهو. واحد. اتنين. تلاتة. الشكل ده. بعد ما اعمل التلاتة اعمدة هيخد لفة. ومن نفس المكان اللي انا كان في منتصف العمود ده. هعمل عمود تاني عشان اعمل الشكل ده. تمام? كل اللي احنا هنعمله هو تكرار للي احنا قلناه دلوقتي. يبقى بعد كده هيخد غرزة. اعمل عمود. اهي. حاجي على العمود اللي فيه المنتصف ده. هعمل في عمود امامي. بعد كده هدخل على اقلب كده الشغل بتاعي هلاقي عندي الغرز دي. هشتغل من الخلف. ادي واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل ده كده. ننساش بقى الثلاثة اعملة دول لان احنا برضو السطر الجاي. هنشتغل من عمود برضو في المنتصف بس تيبقى هيبقوا خمس ورز. تمام? اهي. هنكمل بقى بالشكل دوت اهو. هتبص تلاقي عندك الفرع ده كده. بالشكل ده. بينهم طبعا تلاتة اعمدة. ونكمل. طبعا هنا السطر عندنا هينتهي بلف. هاخد لفة. وحاجي من العمود اللي احنا عملناه. هو بتاع المنتصف وهشتغل في عمود كمان. اهو كده السطر عندي هينتهي بالشكل دوت. اللي هي الجزء اللي عامل زي السبعة حرف الفي دوت. بعد كده هنا هبتدي من خلال التلات سلاس اللي انا كنت عملاهم. هبتدي اخرج بمنزلقة. بالشكل ده. بعد كده هنا هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة. نخلي بالنا بقى هنا ان الشغلة عندي هيكون ازاي? الشغلة عندي هيكون بين كل عمودين من هنا. يعني اجي كده مع ده. وده مع ده. بالشكل ده كده. طيب. هنا بقى هنعمل ايه? هناخد عملنا تلات سلاسل. هاخد لفة. طبعا احنا شايفين العمود اللي هو كان قبل كده دوت. اللي قبليه. تمام? ده. هبتدي ادخل من تحته. اهو كده. وحبتدي ان انا هرفع كده. هخرج من خلال غرزتين. بالشكل ده كده. مش هخرج. هاخد لفة تانية. وحاجي عندي العمود التاني اللي هو في الجزن التاني. وهدخل برضو هنا من تحته كده. وحبتدي اطلع من خلال غرزتين. هيبقى عندي تلات غرز على الابرة. هخرج من خلال غرزة واحدة. بالشكل ده. هنا زي ما احنا شايفين كده وقلنا قبل كده ان لازم تتأكدي هنا ان فيه تلات اعمدة. هاخد لفة وحاجي برضو على العمود اللي هو موجود في السنتر بتاعنا هنا دوت. واحد اتنين تلاتة. حاجي على العمود اللي في المنتصف هنا. وحبتدي اشتغل عمود. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هنشتغل سبعة. خمسة. ستة. سبعة. بقى هنا عمود مروحة. بسبع اعمدة. تمام? بعد كده نفس الكلام هاخد لفة على الابرة. وهنزل تحت العمود من هنا. اهي. هبتدي ان انا هشتغل عمود هخرج من خلال غرزتين ومش هخرج. هاخد لفة وحاجي عند الجزء التاني نفس الكلام. اهو. سهل جدا السطر ده. اهو كده. وتخرجي بيء التلات. وتاخدي لفة وتخرجي بيء التلات غرز مع بعض. تمام? بعد كده هتيجي في منتصف العمود التالت. عندنا هنا تلاتة اعمدة. هتيجي في منتصف العمود هنا. وهتعملي نفس الكلام. هتعملي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بالشكل ده. ده العمود السابع. هيبقى عندنا الشكل دوت. كل مرة هتقول برضو دخلة. اهو. هتاخدي العمود ده مع العمود ده. اهي. تخرجي من خلال غرزتين. ما تكمليش. تاخدي لفة وتاخدي من العمود التاني. اهو. وبعد كده تخرجي من خلال الثلاث غرز مع بعض. وبعد كده تعملي في هنا. ادي الثلاث اعمدة. واحد اتنين تلاتة. هتخش فيه منتصف العمود. هنا. اهو. وتعملي المروحة بتاعتنا. اللي هي عبارة عن سبع اعمدة. بالشكل ده. اه طبعا ده الجزء الاول. انا مش عايز هيبقى الفيديو طويل. وهي نتقابل ان شاء الله في الجزء التاني. يا نتقابل ان شاء الله في الراحة والخضر انفرن فوق اما منزل بشيعتها. واحد انا مش عايز هيين حقال مش عايز Sawil. اعجب سومي. ي perdeم ق 그다음 مرنہ فوق او الانة. واحد انا مع